وكالعادة وقبل ما ندخل في تفاصيل حلقتنا النهاردة عايز هنتكلم كده في نقطة مهمة جدا وهي كيف تصنع الثقة لفريقك موضوع مهم جدا العنوان ده هو بداية تحقيق البطولات والداية ان يكون عندك فريق قوي وعنده طموحات كبيرة وتقدر تنافس به اقوى واكبر الفرق اللي ممكن يكون عندها تاريخ اكبر منك او عندها امكانيات مادية وفنية وبدنية اعلى منك بكتير طيب ازاي تصنع الثقة لفريقك كل ده تقدر تحدده او تقدر تزرعه وتصنعه لصنعت الثقة مع الفريق وده بيكون مسئولية المدير الفني وبتكون يعني ده المهمة الصعبة مع المدير الفني نعم فيه معدين نفسيين بيكونوا مع الفرق ولكن المدير الفني عليه دور كبير جدا لو فيه مدير الفني عنده فريق قوي وفيه لعيبة مميزة ومتوفر له كل الامكانيات ولكن عاجز عن صناعة الثقة في اللاعبين دول بالتالي النتيجة هتكون فشل وهو نتيجة يعني عدم الثقة ما بين اللاعب دول او اعطاهم الثقة الكاملة يعني ممكن تلاقي مدرب عنده فريق حديث التكوين ولعيب عندهم نقص خبرات وامكانيات مادية ضعيفة وعندهم موهبة بس تلاقي مدير فني حط الثقة وزرع الثقة فيه الولاد دول ونقل الثقة دي للمسؤولين سواء مسؤولين النادي او الاتحادات وبالتالي الثقة دي هتنتقل للجماهير في اللاعب دول تلاقي النتيجة هي النجاح بيتحقق نتائج مبهرة بسبب ان الفريق ده عنده ثقة فن صناعة الثقة من المدرب مهم جدا ومعظم الفريق اللي بتحقق نتائج بيكون عندهم ثقة في نفسهم واللي عمل الثقة دي بالتأكيد هو المدير الفني والجهاز المعاون حقيقة انا حبيت اتكلم في الموضوع ده لان عندنا امثلة كتير في الفترة الاخيرة شفنا منتخبات ناشئين وشباب في كرة اليد وكرة السلة وكرة الطائرة بيحققوا نجاحات كبيرة جدا في الفترة الحالية وبيحققوا انجازات كبيرة جدا ولما نتكلم مع اللعيبة تلاقي التصريحات متقربة بجد يعني تلاقي تصريحات اللعيبة متقربة بشكل كبير وان الجهاز الفني عنده ثقة في اللعيبة دي وان الجهاز الفني هو اللي بيدعمهم نفسيا وبيحط جواهم دوافع كبيرة وده سمعناه من لعيبات منتخب الناشئات لكرة اليد مواردة 2004 اللي حصلوا على سابع العالم وكلامهم عن مدربهم كابتن محمد فرغالي ومن لعيبة منتخب الشباب لكرة السلة أبطال أفريقيا وكلامهم عن مدربهم كابتن عمرة أبو الخير ودول طبعا وغير طبعا منتخب ناشئين كرة اليد وكابتن صبر حسين المدير الفني تمام طبعا لسا محققين بطولة أفريقيا بنبريك لهم أبطال كبار بصراحة وكانت يعني الطريق بتاعهم كان بتاعنا من البداية ما شاء الله عليهم يعني فيها مثلة كتير في التاريخ وفيها مثلة كتير لمدربين وصناع ثقة مدرب دايما أو مدير الفني أنا بسميه صانع الثقة الله لو عندك بص أعظم لعيبة في العالم والمدير الفني مش زارع فيهم الثقة بالنفس وأن هم فرقة أو منتخب كويس يقدر يكسر الدنيا مهما كانت الإمكانيات الله لو عندك أفضل لعيبة في العالم مش يعمله حاجة ولكن ممكن زي ما قلنا في البداية اللعيبة عندها إمكانيات بسيطة ولكن عندهم ثقة بالنفس إن هم يقدروا يكسبوا ويقدروا يحققوا بطولات خلاص هتلاقي الموضوع سهل جدا طبعا لازم اللعيبة يحسوا بدا ولازم يعني تزرع جوة اللعيبة دي قمة الثقة بالنفس دي مهمتك كمدير فني لكن الموضوع مش تدريب وخطط وجوانب فنية وتكتيكية لا المهمة كبيرة جدا وجزء السيكولوجيا وجزء النفسي مهمة جدا للأبطال وخصوصا مراحل الشباب البطولات اللي منتخبات الشباب بتحققها في الفترة الحالية على مستوى قارة إفريقيا كلها بسبب إن عندنا جيل مميز من اللاعبين ومصر عندها مواهب شابة وليهم وعندهم إمكانيات كبيرة جدا وعندهم ثقة في مدربينهم إن المدرب عارف زي ما قلنا يزرع جوهم ثقة في النفس كبيرة ويعيش معهم ويقدر يخلي الولاد دول يحلموا وما يحطوا السقف للطموح وبالتالي زي ما قلنا النتائج زي ما احنا شايفين يعني البطولات حقناها الفترة الأخيرة شفنا أبطال أفريقيا للشباب لكورة الطائرة تحت 21 سنة طال مصر تحققها بطولة أفريقيا في كورة السلة وكورة اليد ده جير الألعاب الفردية وكنا استعرضنا مع حضراتكم الأسبوع اللي فات بطولات الشباب المصري في العام الحالي بصراحة حاجة تشرف حاجة تشرف واللي شرف أكتر كمان لما كنت بقعد مع الشباب دول استضفناهم معنا هنا في ملعب الأبطال وتكلم معهم لا خالص العقليات العقليات اختلفت عن زمان الولاد بيتكلموا بطريقة عارفين بيقولوا إيه عارفين عارف دوره جوه الملعب وعارف هو عايز يعمل إيه وعارفين كلهم مع بعض هم عايزين يعملوا إيه بثقة عالية جدا وكل المنتخبات دي يعني للشاهد بس في حاجة يعني كل المنتخبات دي تحت قيادة مديرين فنيين مصريين إحنا عندنا والله بجد عندنا تقاط عالية جدا من المدربين واللعبين مدرب اللي واسك في نفسه حيقدر ينقل الثقة دي اللعيبة حنقدر نشوف النتاج الحلوة دي الشباب الجميل اللي هفرح بصراحة القاعدة عندنا في مصر دلوقتي أصبحت قاعدة رسخة قاعدة قوية قاعدة سبتة والقاعدة السبتة دي زي ما قلنا اللي هتطلع بعد كده قمة قوية اللي هنشوف من خلال الشباب دول منتخبات أولى هتنفس على المستوى العالمي بشكل ممتاز ولكن يجب ان يفضلوا الشباب دول أو يعني التفكير الحلو اللي بيفكروا بيه والعقليات اللي بصراحة اختلفت زي ما قلنا عن زمان من الشباب دول يفكروا برا الصندوق ولاد كده وشباب بيفرح زي الورد ما شاء الله ربنا يحفظهم عشان كده دايما بقول للمدربين لازم تتسقف على مستوى النفسي وتاخد دورات سيكولوجية دورات نفسية في كافية التعامل مع الشباب وخصويا الناشئ بالذات أو تعمل فترات معايشة مع المدربين اللي ليهم تجارب نجحة علشان تاخد منهم الخبرات وتعرفوا ازاي فن ذراعة ذراعة الثقة في اللاعبين ومن خلاله هتحققوا البطولات وتقدروا تنجحوا وتحققوا إنجازات كبيرة بإذن الله ومصر دايما في أفراح وعشان شباب كمصر يعني دايما رفعين راسنا بصراحة وعملين إنجازات عالية جدا وقلبنا بتشرح بالشباب الجميل ده بطولات العالمية والقرية اللي بيعملوها بصراحة كل التحية كل التحية على المدرين فنين اللي زرعوا الثقة في اللاعبين دول إنهم أفضل لعبين ويقدر إنه هو يكون أفضل لعب في العالم